بسم الآبا الابن والروح القدس الإله الواحد أمين الإصاحة اللي 24 وكلم ربنا موسى وقال له وصي بني إسرائيل إنهم يقدموا لك زيت زتون مدقوق ونقي علشان تستخدمه في إنارة المنارة الزهبية اللي موجودة في القدس اللي موجودة خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع اللي بيرتبها هارون وولاده من المساء للصبح علشان تفضل مضاءة قدام ربنا فريضة دهرية في أجيالكم على المنارة الطهرة بيرتب السروج قدام ربنا دايما كمان تاخد دقيق وتخبزه لاثناشر فطيرة أو أرس عشرين من المكيال يكون الأرس الواحد وتحطهم على هيئة صفين كل صف ست فطاير على المائدة الزهبية الطهرة قدام ربنا اللي موجودة في القدس النحية التانية من المنارة وتجعل على كل صف لبان نقي فيكون للخبز تسكار وقود للرب وكل يوم سبت تيجوا تكلوا من هذه المائدة اللي بترتبوها قدام ربنا دايما من عند بني إسرائيل ده عهد أبدي فيكون لهارون وأولاده فيكلوا في مكان مقدس لأن قدس أقداس ليهم من الوقائد اللي بتتقدم لربنا فريضة دهرية لكن حصل في الأيام دي أن فيه إمرأة إسرائيلية كانت متزوجة من رجل مصري وطبعا أولادهم ما ينفعش يعيش وسط شعب بني إسرائيل لكن كانوا سكنين خارج المحلة فواحد من أولادهم اتخاصم مع بعض الإسرائيليين علشان كان عايز يدخل يسكن معاهم جوه المحلة بالرغم أنه هو غير مختون لأن أبوه مصري ساعتها لما الرجل الإسرائيلي منعوا من أنه يدخل المحلة ويسكن جوه وسطيهم لأنه يعتبر غير مختون وينتمي لأبوه الأممي جد في الولد ده على اسم ربنا وشتمه فجابوا لموسى وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من صبت دان فأمر موسى بأنه يتحط في السجن لحد ما ربنا يعرفه هيعمل معا إيه فكلم ربنا موسى وقال له اخرج من الحبس الراجل اللي سب اسمه الله لخارج المحلة وتجيب كل اللي شهده وسمعوه وهو بيسب فعلا اسم الله إله بني إسرائيل يحطوا قديهم على راسه ويقروا أنهم فعلا سمعوه بيسب اسم إله إسرائيل وساعتها يحكم عليه بالإعدام بالرجم وكلم بني إسرائيل وقول لهم كل من يسب إلهه يحمل خطيته ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة رجما الغريب والوطني لما يجدف إنسان على اسم ربنا يقتل لكن ده مش معناه أنه تصريح بالقتل إذا في إنسان قتل إنسان بغير وجه حق ومش بعد محاكمة عدلة ووطحة وأمر مني بتنفيذ هذا الحكم فاللي قتل إنسان يقتل ده حتى لو في حد قتل بهيمة لازم يعوض عنها نفسا بنفس وإذا أحدث إنسان في قريبه عيب فزي ما فعل في قريبه يفعل فيه إذا كسره يكسر وإذا أضر عينه عينه كمان تضر وإذا كسر سنة لأحد أقاربه يكسر منه هو برضو سنة زي ما أحدث عيب في أخوه الإنسان كذلك يحدث فيه واللي يقتل بهيمة يعوض عنها واللي يقتل إنسان يقتل حكم واحد لكم كلكم الغريب زي الوطني لأن الوطني يعني الإسرائيلي عايش وسطيكم والغريب برضو أنتوا ما تردتهوش لكن مسكنينه خارج المحلة فيطبق عليه كل الشروط والأحكام لأن انتوا اللي بتوعيلوه وبتدفعوا عنه فكلم موسى بني إسرائيل إنهم يخرجوا هذا الشخص اللي سب ربنا خارج المحلة ويرجموه بالحجارة ففعل بني إسرائيل زي ما أمر ربنا موسى وده كان عقاب حازم جدا في بداية حياة شعب بني إسرائيل وتنفذهم لوصايا ربنا علشان يحترموا وصية ربنا وينفذوها فعلا بحزم وبدقة وده يشبه اللي حصل مع حنانيا وسفيرة برضو في بداية حياة الكنيسة أيام الرسل كان لازم يكون في وقفة حازمة عشان الكل بعد كده يحترم وصايا ربنا وينفذها بتطقيق باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في الإصحاح ده ربنا بيدي تشبيهات واضحة للعهد الجديد فبيتكلم عن منارة الأقداس اللي هي المنارة الزهبية اللي عبارة عن سبع أفرع كل واحدة مضاقة بزيت زيتون خالص ومنيرة طول الوقت ودي ترمز لسبع أسرار الكنيسة اللي بيعمل من خلالها الروح القدس وبتضيق للكنيسة طول الوقت كمان المائدة الزهبية اللي عليها 12 أربانة وبيجوا الكهنة بس اللي يكلوهم كل يوم سبت ولو رجعنا باقي الطقس هنكتشف إنهم كمان بيشربوا معاها قليل من الخمر وقت يوم السبت لما يجوا يكلوا منها وده اللي بيشير بوضوح لمائدة الرب في العهد الجديد الجسد والدم زي ما هم كانوا بيكلوا في يوم السبت خبز وخمر نحن أيضا في يوم الأحد يوم الرب في العهد الجديد يأكل كل المقرسين يعني المعمدين من الخبز ومن الخمر أما عن قصة الشخص اللي في آخر هذا الأصحاح اللي جدف على اسم ربنا بعد كل التحذيرات اللي كان ربنا بيقولها لموسى وبيوصلها للشعب كان لازم يكون هناك قرار وعقاب رادع وواضح وحازم لهذا الشخص علشان كل الشعب ينفذ وصايا ربنا بتطقيق وده كان زلال لما سنراه في العهد الجديد إن برضو بعد بداية الكنيسة في أعمال الرسل الإصحاح الخامس ييجي حنانيا وسفيرة ويقدموا لربنا عطية لكنها مش كاملة وكذبوا على الروح الكدس فحصل هذا الحدث الفريد اللي زي هذا الإصحاح إن يحكر عليهم بالموت في ساعتها علشان يكون خوف في كل الشعب وعقاب حازم وواضح قدام الكل إذا تهاون في وصية ربنا فشفنا هذا العقاب والحزم عهد قديم وعهد جديد لأن إلهنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد وكما كان في العهد القديم هكذا في العهد الجديد